تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تواصل مصر رحلات الجسر الجوي لتقديم أوجه الدعم للشعب السوداني الشقيق والمتضرر من السيول التي اكتاحته مؤخرة حيث أقلعت طائرات نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم ومحملتان بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق والمتضرر من السيول التي اكتاحته خلال الآونة الأخيرة وصلت مصر تكثيف رحلات الجسر الجوي لتقديم كافة أوجه الدعم للشعب السوداني الشقيق في محنته الحالية حيث أقلعت طائرات نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتين إلى مطار الخرطوم ومحملتين بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق وأعرب المسؤولون في دولة السودان عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المفذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبهم في أوقات المحن والشدائد مؤكدين أن جسر المساعدات يعد في أصله جسرا للمحبة والترابط التاريخي بين مصر والسودان يأتي ذلك انطلاقا من دور مصر المحوري باعتبارها الشقيقة الكبرى الدعمة لكافة الدول القارة السمراء خاصة في أوقات المحن والأزمات